منطقة دكتورة بدرة بس خليني تقش مع حضرتك في منقشتك اللي كانت مبارح اللي بتحكي لنا عنها وبعض الكلام جي في بالي كم سؤال كده أولا رأي حضرتك ايه من موقعك وخبرتك ازاي بتشوفي ان المصطلح نفسه تكلم هنا عن الحد أو القضاء على الإرهاب أو مكافحته هل أصلا هل أصلا في حاجة اسمع الحد من الإرهاب أو القضاء عليه ولا هو سيستمر إلى انتهاء الدنيا يعني كلينا برضو نبقى بنمسك الأمور كده عزيزتي هو اليوم لا نتكلم على الحد أو المكافحة اليوم يجب أن نقيم الحرب على الإرهاب الحرب على الإرهاب لأن الظاهرة تفشت والمشكلة أمس أنا لما تحدثت على التأثير العنف الإيديولوجي والدواخل الثقافية والنزاعات المسلحة على الهوية أنا أقول أني يجب أن أدخل مباشرة في الموضوع يعني معلش إنسانية وحقوق إنسان لكن أنا عندي أجيال أجيال لاحقة ماذا سأفعل بها هو الفرق ما بين السياسي ورجل الدولة تعرفين ماذا هو أن السياسي يبحث على مكانه ويحافظ على كرسيه أما رجل الدولة فينظر إلى بعيد هذه النقطة النقطة الثانية هؤلاء وأنا قلتها أمس بصراحة يعني ضمن دراساتنا الخطر يكمن في العنف الإيديولوجي ما معنى العنف الإيديولوجي عندما يأتي جماعة الإخوان مثلا أنا الإرهابي بالنسبة لي مقابلني بعرفه ونعرفه في الحدود ونعرفه في الجبال ونعرفه لكن أنا مشكلتي في الإرهابي وإرهاب الفكر اللي هو موجود معايا ساكن معايا مش حاب السلاح فقط حاب السلاح لكن إرهاب الفكري وقودة الجديد ويبدل لك نمط كامل لمجتمعه يعني أنت عندك مشكلة مشكلة شنية أنا التنمية تعليم الاقتصاد يعني هذه المشاكلة العادية اللي هي في كل دولة إذا بين جناقة روحي أمام ماذا أمام ظاهرة خطيرة جدا لهؤلاء المجموعات اللي هي تحب تفرض عليها نمط رجعي متخلف تجبذني إلى الوراء وأين تتموقع هي هي نعرف الشيطان أين يتموقع في الجزئيات والإخوان يتموقعون في جزئيات المجتمع يعني أنا أقول بفكرهم يعمل لي روضة قرآنية أو أن الفتاة عمرها أربع سنوات أو خمسة متحجبة ما معنى لماذا يحرك هذه مراحل الطفولة هذا قمع هذه الرمزية نخذ بنا يعني أنا أقول اللي عنده سلاح نعرفه أوكي متدربوا عنده سلاحه ويا قاتل يا مقتول قلوا بالتونس يا هو ميت يا أنا ميت لكن اللي يدخلي في جزئيات حياتي في الممارسات الثقافية دون أن تشعري الممارسات لأن ما معنى هوية هي الهوية كل ما هو ممارسات ثقافية مجتمعية فردية يعني الممارسة الدينية هي نوع من الهوية ممارسة اللغوية هي نوع من الهوية ممارسات معناها اللباس العداد كلها كلها تتجمع داخل الهوية فإذا دخل في هذه الجزئيات وبدأ يغير لي نمط حياتي فأنا ماذا أفعل معه طب حركت رحت إيه من خلال أنا عارف النادوة أو الجلسة الحركة حضرتها كان فيها نماذج مختلفة من أفريقيا وأيضا لشهد صراعات خطيرة زي رواندا وحركة قدمت أيضا نماذج مختلفة في نقطة البعد الأيدولوجي دي ماذا قدمتم مساهم من اقتراحات؟ قدمت مقترح أنا بالنسبة لي أولا أنا فعلا أقول لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسالة وصلت إلى العالم وصلت ماذا قدمنا من توصيات؟ ماذا يجب أن نقدم من توصيات؟ نحن كنخبة أن هذا المنتدى يجب أن يخرج بمخرجات ويولد مخرجات من أهم توصيات أن المخرج الأول هو أن تستمر عملية التفكير لأن النخبة عندها المسئولية الآن كلنا مسئولية أنا أحس بمسئولية الآن مسئولية أني يجب أن أقدم لأن الأرض فرشت ماذا تريدون يا شباب؟ تفضلوا هذا من ضمن الرسال التي أوصلها السيد الرئيس يعني أنا أقول نستمر في ترحة العديد من القضايا من المحاور في المنتدى على مدى الأيام كاملة وكانت مختلفة فنأخذ من كل هذه المحاور ونعمل عليها على الاستمرارية استمرارية يعني على مدى السنة وفي كل أمم بعمق أكثر بحلول أكثر نكون براجماتيين عشان على أرض الواقع البراجماتية البراجماتية لا للتنظير يكفينا تنظير ثم نقترح يعني ماذا سيكون في السنة القادمة من نتائج لعمل سنة كاملة ثم ماذا يمكن أن تضيف وأعلان لشباب العالم كذلك ماذا أضافت لنا عمل سنة كاملة فإن أنا أقترح يعني هذا اللقاء جميل جدا ورائع جدا لكن فيه ألية للتنفيذ حريك تخصوصي ألية للتنفيذ والمتابعة التنفيذ والمتابعة والتفعيل مفهوم التفعيل طيب دكتورة بدرة حسألك معلش بتسمحيلي إن حريك برضو ده تخصوصك أنا معنية جدا بملف الإرهاب وملفات أعتقد اللي بتهمنا كلنا ولكن خلينا برضو نتناقش بشكل واقعي إحنا دايما بنتكلم عن محاربة الإرهاب مكفحة الإرهاب الحض من الإرهاب محاربة التطرف ولكن الإرهاب ليس فقط هو فكرة بعض الأشخاص تطرفوا فكريا أو دينيا لا في بعض منهم مجرد يعني مصالح يعني البعض منهم لا يؤمن بشيء ولا يهتم بالدين ولا يعني ليه أي شيء مجرد مصالح فهنا بقى بيقع العب أو الفكرة كلها على الدولة التي تمول هناك العديد من الدول التي تمول هذه الجماعات التي هي تحضر المؤتمرات لمكفحة الإرهاب حتى هذه اللحظة فمتى تحدثين عنه يعني بتقولي مكفحة إرهاب وعلى الصعيد الآخر في المؤتمرات والمنتدايات الدولية تحضر هذه الدول فعايزين نفهم بقى يعني الإزدواجية الإزدواجية موجودة لا أقول إنها خاصية يعني شيء يضحك بصراحة إنه يحضر المؤتمر ويكافح ويتكلم عن مكفحة الإرهاب وهو يمول الإرهاب وهو يد من الأيدي شوف لما تترك ثغرات نحن عملنا دراسة في المركز وشوفنا الشباب في منطقة كانت منطقة شعبية في حي شعبي في تونس فشوفنا حكينا مع الشباب اللي يحب يمشي كما تحكين يعني لا علاقة يمشي لسوريا لداعش لينضم إلى داعش صدقيني لما عندوشي حتى ميولات دينية ولا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة لكنه يريد أن يذهب فلما سألت أنا الشاب قتله أنت يعني ماشي للخطر فقال لي الموت الموت يعني أنا ميت في بلدي ما عندي شي شغل ليست لي حقوق والشاب عمره 15 سنة يحكي لي على العدالة الاجتماعية علش قتلكم راهو هو فما دواخل فما دواخل يعرفوا منين يدخلوه ما يعرفش معناها هو منقطع مبكر عن التعليم منحرف كذلك لا يعرف حتى من القرآن ماذا ما معنى ولا الدين ليست له صلة لكن يبحث عن مكانة اجتماعية التهميش المجتمعي وهو مصطلح هام جدا وشكرا لك تطرقتي إلى الموضوع يعني في مشكلة كبيرة اسمها التهميش الاجتماعي بالمصطلح السوسيولوجي للمعنى معناه من المهمش الاجتماعي من هو المهمش الاجتماعي الذي لا يجد مكانة له في وطنه الذي يفقد الأمل في وطنه ثم فيه لا يشكش عد يسمعه لا يشكش قنوات اتصال لا يقولك يسمعني وما يفعلش رد بالك نجم يقولك دكاغ يسمع فيها لكن ما هوش ما هوش ما يسمع فقط ما ينفذش وفما فيئة أخرى اللي هي خطيرة جدا اللي تنتج تهميش هالاجتماعي وحدها بمعنى هذا مصطلح علمي بمعنى انه الانسان عنده مشكلة الاندماج الاجتماعي أو يعني السهولة ومرونة التواصل مع الآخر فينزوي ويبتعد عن المجتمع ومنها تتكون له نوع من النقمة والحقد المجتمعي فيبحث عن البديل أين سيجد البديل بمن يعيدونه بصحور العين والجنة والمورائيات وما إلى ذلك والميتافيزيقة الكبيرة جدا وكذلك يمكن أن تكون لك مكانة إن تتبح أكثر أو أن تعمل عملية وتنجو فتصبح أمير يعني هذا فانتازيا كبيرة جدا يعني فانتازيا وهذه كلها ثغرات للأسف مجتمعية أعطي الحل أيوة أعطي الحل هو ده هو ده عايزين الحل بقى نعرفين المشكلة الحل هو إنه نعمل أولا الدولة يجب أن تكون متواجدة متواجدة وتحاول أن تجد الحلول متواجدة بأي معنى على صعيد الأمن متواجدة بكل المعاني متواجدة بكل المعاني لأن الثغرات هم يسكنون في الثغرات يسكنون في الخراب هؤلاء لا يقدرون على السكن في مناطق العمران يسكنون في الخراب يسكنون في الثغرات الشاب ماذا مع الدولة والشباب الواعي اللي هو مثلك أنت ومثلك أنت ومثل الشباب اللي حذر هو شاب واعي فيكون المجتمع المدني أنا أعطي حل قوة المجتمع المدني قوة نسميها في تونس الجمعيات الفاعلة وانتم يظهر اللي تسميوها الأهلية الجماعية منظمات المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني هو انك توفر مجال للمجتمع المدني اللي يعمل اولا في التوعية في التبادل الفكري في المقترحات لانك لا يمكن ان تفهم وانت في برجك العاجي ما يطلبه الشباب دور علماء الاجتماع يجب ان يكون دور هام جدا الدراسات الميدانية انا بالنسبة لي لا افهم شيء الا ما اكون في الميدان انزل الى الميدان دراسة ميدانية وبعدها نفهم الموضوع فلامبليكاسيون دي جان يعني وضعه في المشكل وهو يجب عليه ان يجد الحل يتكلم نفس لغة هؤلاء الشباب فيفهم ماذا يطلبون ومن يؤثر عليهم وكيف تتم عملية التأثير ووقتها يمكن ان تعطى حلول طب سبحية دكتورة بمثبت الحلول يعني احنا دائما الحديث انه اكبر مواجه او اكبر حرب على الارهاب هي التنمية بالتنمية الحرك بتعبليها التمكين الاقتصادي هيحصل تعليم مستوى تعليمي افضل هيحصل اتقال مستوى الفكري للناس التدريجية لكنها عملية تأخذ وقت طويل يعني لن تكون بنيوم وليلا خاصة ان التحديات في الوطن العربي كبيرة سبعا بلدان تعاني حروب اخرى تعاني الثورات وخاطرها اعقال يقل يعني نبدأ منين يعني ربما تكون البداية منين نعرف ان امور ستأخذ وقت لكن البداية اول خطوة تبدأ منين شوف انا اقول هل من الدولة هل من التعليم يعني يجب العمل بالتوازن في كل المجالات ففيه اجيال انا اعدها بما يسمى الوقاية هما اربع محاور يجب العمل عليهم المحور الاول الوقاية